تكييف المسائل تصورني ده أمر خلاص هيقعدة حلوة عني التصرف بيكون وليد التصور وهي دي فعلا الخطأ اللي ما تناقشناش فيه في المجلس مبدئيا احنا ما تناقشناش في حاجة اصلا في المجلس مش ده بس يعني بس ده الاصل ان كان لازق فيه تصور ما نزعلش من بعض يعني ده اختلاف اراء بتأتي نتيجة اختلاف التصور اذا كنا متصورين زي ما بيقول التقرير اللي انا الحياة اول مرة اطلع عليه دلوقتي انا كنت رافض ومضرب عن اطلاع عليه لان زي ما قلت ان الامور الالية الديمقراطية لا ينبغي ان تهان في مجلس يهتم بعملية حقوق الانسان الاستاذ عبدالغفار الشكر يعني يحاول يوضحني ان دي مجرد اخطاء لكن انا باعتبرها في مثل هذه الظروف وفي تقرير يا مس سمعت مصر وامن مصر يعتبر هذا مش من الكبائر من الموبقات ان منظمة يغيب عن افرادة او بعض افرادة او قليل من افرادة ان هما يطلعوهم على المسائل قبل ان يعرضوها على الصحافة وعلى العالم كله حتى لما حدث هذا الخطأ في اول خمسة ثلاثة في اول جلسة اللي هي كانت مخصصة لاجتماع المجلس اصلا كان المفروض ان يتدارك قبل التقرير النهائي لكن مع ذلك تكرر قبل التقرير النهائي انما ارجع لموضوع العقيدة عشان نبرر ليه ان احنا ينبغي ان نحترم الرأي الاخر التصور اللي عند اصدقائنا اللي كتبوا هذا التقرير التصور يؤدي الى ما انتهوا اليه من نتائج ده اعتصام سلمي حتى المصطلحات اللي استخدموها حرم لاعتصام شوف حرم لاعتصام صفحة 32 يتحدثون عن الاعتصام فقالوا حرم لاعتصام وذلك بالدخول الى حرم لاعتصام والتمركز في مناطق عديدة شوف التعبير طبعا الفريق الاخر ده المفروض ده اتفاق دولي عندهم ده اتفاق دولي على ايجاد حاجة اسمها المشروعية الدولية التوازن الدولي فيؤدي الى التدخل الاجنابي يعني هي معروفة هي خطة قديمة ان الدول الغربية حينما تريد ان تتدخل في شأن دولة ما تقدرش تتدخل من غير خلق حالة ازدواجية في المشروعية دي نظرية معروفة يعني كل عارف ازدواجية في المشروعية يعني انا اروح رابعة واعمل اجتماع مجلس شورة صحيح اغلب الاخوان ما حضروش اجتماع مجلس شورة لان لو مكلف المرة دي مش هناخد منه بدلات ما حضرش حد حتى وكيل اللجنة التشريعية ما حضرش او مسؤولها حتى كده لكن كان المطلوب عقد اجتماع مجلس وزراء وإصدار قرارات ومطلوب عقد مجلس شورة فمش هنطول ادي رأي ادي رأي مطلوب من مين هل هذا الكلام تم بين السفيرة الامريكية وبين الدكتور مرسي في جلسة قيل بعد ذلك ان هذا هو الاتفاق المتفق عليه وان خلق الازدواجية المشروعية حيؤدي الى التدخل الاجنبي زي ما بيحصل في كثير من البلاد اعمل لي بس ازدواجية مشروعية حكومتين ويتخنقوا مع بعض وكانت رابعة من وجهة نظر هذا الفريق مش من وجهة نظر انا يعني كانوا بيقولوا ان هذه هي حالة خلق الازدواجية كلمة بقى يقولك الغالبية كانت من معتصمين السلمين برضو دي حاجة غريبة اوي اما انا كنت بسمع الاجماع ده الفريق اللي هو التاني بقى اللي هو ضد كلمة السلمية يقولك ده احنا كنا بنسمع الاجماع على ارى رؤوسا قد ايناعت حنق طفوه الله اكبر سبعين الف واحد ولا تلاتين الف واحد في نفس واحد طب هنا هنا فين الاتصام السلمي وفين الاغلبية السلمية ده حاجة الحقيقة ده يعني ادت الى الاخطاء مش الاخطاء الجرائم التي وقعت في حق الحقيقة لدى هذا الفريق الفريق التاني شايف ان معروف ان النواية لان كلهم قاعدين وفي دؤون وفي فقه لما واحد يكفر الناس والله هم اجعل قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار او قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار دي عقيدة ده كلام عقيدة يفهمه اللي هو درس قل والله احد ودرس جنة والنار الحاجات اللي بياخدوها حتى في تلتة ابتدائي مدام قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ما دي كلمة الرسول السلام وخبال حضرتك عن كفار خريش لما قالوا هم هم قالوا اعل هبل بعد النصر في احد فطالب الصحابة ان يرد عليهم فقالوا الله اعلى اجل فقالوا واحدة بواحد فرد عليهم الصحابة لسنا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار عرفتوا بقى الجملة جات من اين جات من اين من هذا الحديث من رواية ابن الشاب لغزوة احد فاحنا اصبحنا احنا انا ابو لاهب وحضرتك ابن ابو قحافة وده مش عارف مين وهم اصبحوا ابو بكر وعمر وكده خلاص ما تقوليش بقى ان ده اعتصام سلمي لا ده اعتصام يعلن روايات الحرب ده من وجهة نظر الفريق التاني ده وجهتين نظر المسألة التانية ان انا باخد على الدولة انها لا تشتكي من تمويل وهو قول حق فيه بعض الحق تشتكي من ان التمويل يؤثر على الاراء انا بقولك كمان ان المجلس القومي للحكم الانسان متأثر متأثر باراء ومتأثر باتجاهات وإلا يعني ما كنتش انت تشم من رحة دي من اول يوم ان يعني فيه نظرة كده ايه خدوا بالكم فلان خدوا بالكم من الا ان ده اصلي ده شارس ده متهور ده دي كالي النظرات دي في حد ذاتها توجيه فما بالك بقى لما يكون اللي بيصدر قراره رئيس مجلس الوزراء احنا في احتياج الى تعديل تشريعي انا لا اعترف باستقلالية الا بالمنظمات المدنية والتي لا تتأثر حتى بجهة تمولة ان استطعت ان استطعت لكن لا اعترف باستقلالية لمجلس يدبع رئيس الوزراء لما تغير رئيس الوزراء اشكرك لما تغير رئيس الوزراء انا اعتقدت على طول يعني قلت اخدها من اصيرة وما روحش لان اكيد رئيس الوزراء الجديد له جيت نظر ولو 26 واحد تانيين عايز يجيبهم عشان يشعروا بالامان فانا الحقيقة يعني لا اعترف ولا ولا اوافق طب هتقول لي انت رحت ليه انا رحت لان انا في مرحلة بناء ديمقراطي زي اي مكان من روحهم حاولة الاصلاح وقد هددتوا بالاستقارة لمجرد ان هذا التقرير لم يعرض على البعض مننا مش كلنا طبعا انما انا برضو حسيت زي اي مكان بعد 36 ما عادش مقبول هذا الكلام نفسيا يعني اذا كنا احنا كنا بنعترض على ذلك قبل 36 يعني نقابة المحامين كانت هي مؤسسة اول مؤسسة عملت ثورة شعبية ضد حسن مبارك وطلبت بسقوطه لما قتل احد المحامين الشباب بغض النظر عن انتماء الان نحن نقول المنظمات الحقوقية وكل شيء عايز ان هو يدخل في دائرة الديمقراطية الجيدة لازم يشعر بالاستقلال القضاء استقلال المنظمات الحقوقية استقلال مش معنى ان ده الرئيس حسن مبارك الرئيس السابق او الاسبق او المخلوع هو اللي عمل الفكرة دي قالك بدل ما يجلنا تقارير من برا ما نعمل احنا تقارير الحقيقة وقعنا في نفس الخطأ وانا بعتبر هذا التوقيت انا مش موافق على توقيته كمان يعني ان التقرير يطلع ليومين دول بالذات ليومين دول عايز اعرف يعني احنا عندنا سد اثيوبيا هل هو اهم من سد اثيوبيا مثلا عندنا حاجة اسمها التوسع في دائرة الاشتباه موجود عندنا محابيس كتير مظليم بيسيبوا الفاعل الحقيقي يروح يستخبف الاليوبية ويقبضوا على اي عشر عشان يبقى ورد الزابط ورد عندنا حاجة اسمها الحبس التعسفي وعندنا حاجة اسمها الاستمرار في الحبس الاحتياط الطويل الاجل وعندنا حاجة اسمها ضعف التحريات بس احنا موافقين على بعض هادين مظاهر لانها مظاهر الدولة النشئة وبنحاول نتقومها وبنحاول نتواصل مع النائب العام ونقول له ده ابضوا على واحد ما كانش في مصر اصلا والخمسمية دول سايبين الاخوان بقالهم عشر سنين ومش عارف مين ده ده ميت الاسم ده ميت وهكذا يعني بنحاول نتواصل ونوضح يعني فيه اولويات فيه قبض الان عشوائي فيه مظاهر من مظاهر التعسف بتحدث فيه سوء استخدام للحبس الاحتياطي القرار بيكتب غير مسبب ولا معروف ليه يعني حتى اهملنا التعديل التشريعي الوحيد اللي كان مابوت هذه الاولويات لم تشغل المجلس رغم انها قدمت فيها مذكرة واثنين وثلاثة وادلة واسماء وحاجات من هذا القبيل لم تشغل المجلس طبعا المجلس ليه لان انا ما زلت اشعر ان المجلس الذي يعينه رئيس الوزراء ويقيله رئيس الوزراء مش ممكن هيكتب ان رئيس الوزراء ان وزارته خالفة القدر لذلك انا بعتبر ان هذا التقرير ده وجهة نظر اللي ما قلتهاش في المجلس وعندي العذر ان انا اقولها هنا من غير ما احسب ان انا لا اعترف بتقرير يعني تم عمله دون تأصيل لمعركة لغزوة كان فيه غزوة سندوق وفيه غزوة ربعة لانها كانت غزوة حقيقية على مصر زي غزوة السندوق كبه من وجهة نظر فريق انا شخصيا اميل اميل الى هذه الوجهة ان ده ما كانش اعتصام عادي وكلمة الحرم الاعتصام دي لذيذة او عباني زي الحرم الجميع زي الستة حرمنا زي حرم الاعتصام كان الاعتصام اصبح له حرم وممنوع ندخله ولا الزباط يدخله يعني تصور غريب لمعركة كانت تطالب بقسمة مصر معركة كانت نهايتها ان احنا نبقى سوريا والعلاق وليبيا وده شيء واضح للعيان والمخطط واضح وده لم يناقش كان لازم يناقش قبل ربما انا اقتنع بوجهة نظر اخرى وربما هم يقتنعون بوجهة نظر اخرى كان لازم الاول يتناقش بتأصيل الحقيقي الحركي لهذا الاعتصام فان كان هذا الاعتصام يمثل نظرة عدائية الى النظام الذي النظام دولة بغض النظر عن من اللي بيحكم او يتحكم في هذه الدولة اعتقد انه ممكن جدا ندخل بالدبابات تفعش حاجة لو كان ده اعتصام سلمي لا يبقى كل اللي حصل ده خيانه ويلا كلنا نهاجم 36 ونعتبرها جريمة مدام الاعتصام السلمي ده مات فيه 301 بهم كدين 600 مات فيه 601 الزابط اللي وقف قال بمكبرات الصوت ده التقريب يقول بيقول ولا كان ينبغي ان يستفز الامن حتى بسبب ان الزابط الذي كان يمسك مكبر الصوت اطلق عليه النار فمات من فور ثم بعد ذلك تعالت الاشتباكات واندلعت فاستفز ايه ده ايه التقريب ده الزابط بيقول لهم يا اخوان ايه فضوا المكان فاتقتل ده كلاء انا مش يعني ما ليش دعو بالتقرير انا بقول كلام غير منطقي من حيث القراء ده برضو في صفحة 32 ان الزابط هو بيقول لهم اخلوا الطريق في الديئة 25 الضرب عليه النار مات فبعد موتوا على طول انطلقت النيران من كل صوت وبدأت الاشتباكات وبعيني يقول لك اصل المدة غير كافية طبعا ده كلام انا بعتبره كلام لا علاقة له بتقصي الحقائق وانا غير معترف بها ده التقريب شكلا ولا موضوعا لان اي حاجة تتعمل لابد ان يسبقها تأصيل للحال اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة